أيها رب ربنا ما أعجب اسمعنا إنجيل الأحد هو مقطع من الإنجيل يلوء أصحاحة 18 اللي بيحكي عن قصة الرجل الذي جاء يجرب الرب وسأله ماذا أعمل لآرث الحياة الأبدية هالسؤال هو مطلب كل المؤمنين الكل بيطلب شو بعمل لكي يآرث الحياة الأبدية جواب الرب أن مصدر كل صلاح هو الله وذلك بحفظ وصائل الله الوصايا التي تبدأ وتعلم الإنسان أولا بعدم فعل الخطيئة وبعدها أن يفعل الصلاح والخير لذلك قال الرب احفظ الوصايا لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور أي لا تفعل الشر والسوء مع الآخر مع أخيك وأكرم أباك وأمك أي سبب وجودك والذين اهتموا بك عندما نتمم هذا المستوى أي مستوى أن لا نفعل الخطيئة وأن لا نفعل للشر ننتقل إلى المستوى الأهم وهو مستوى الكمال ولذلك عندما أجاب الرجل وقال قد حفظت هذا منذ الصباة نقل له الرب إلى أخلاق الإنجيل إلى أخلاق الكمال والمحبة أي إلى أخلاق الملكوت وقال له واحدة تعوذك أن تترك أي بيع كل ملكة وتصدق على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى أتبعني هذا هو الترك لكن الرجل نجح في تطبيق المستوى الأول أي أن لا يفعل الشر ولكنه فشل في أن يفعل الكمال والخير والمحبة لذلك يا أحبائي لا يكفي أن لا أرتكب الخطيئة وأن لا أفعل الشر بل يجب أن أفعل الخير أي أن أسعى سعي حقيقي ويومي لفعل الصلاح والخير نعم صعب على ذوي الأموال أن يدخلوا الملكوت ويسأل البعض هل الخلاص هو للفقراء فقط أي الذين لا يملكون المال أبدا الخلاص هو للفقير بالروح أي للذي يقول أنا أفتقر إليك يا الله أي للمساكين بالروح حيث قال الرب طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات أي للذين يطلبون معونة الرب دوما سواء كانوا يملكون المال أم لا يملكون المال نعم فضيلة الفقر هي أن تنزع محبة المال من القلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر